فيه ناس دلوقتي بيستخدموا حقن التخصيص علشان يخصوا بشكل سريع بيكون غيب عنهم فكرة الأضرار السلبية على الصحة العامة من الحقن دي كمان بيكون لها تأثير سلبي على الجهاز الهضمي بدأت انتشر فعلا ندينا بشكل كبير جدا في مجتمعنا الكلام عن حقن التخصيص أنا ممكن أخذ الحقن دي في ظرف فترة زمنية محددة وزني يعني ينخفض بشكل كبير وتحلل مشاكل كتيرة جدا إيه علاقة حقن التخصيص بالأثار الجانبية بالجهاز الهضمي هل ممكن تسبب أضرار كبيرة جدا على الصحة ولا لأ إلى أي مدى حقن التخصيص دي آمنة في استخدامها أسئلة كتيرة جدا حنسألها لأستاذ الدكتور محمد بن يسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد اللي منورنا وشرفنا فيه صباح الخير يا مصر أهلا بيك الدكتور أهلا بيك حبير حقن التخصيص المنتشرة كانت في البداية هي علاج للسكر لمرض السكر نعرف أكتر عن حقن التخصيص دي وتشارها حضرتك شايفه إزاي الفترة اللي فات مرض السكر ده كان مفيش نقدر يقول إن عشرة في المئة من سكان الكرة الأرضية عندهم سكر تقريبا بهذا الشكل إن لم يكن أكتر السكر ده كان بيقضي على مئات الملايين على مر التاريخ الفرعنة أول ناس اكتشفوا موضوع السكر واستخدموا بعض المركبات لهذا الموضوع إلى أن ظهر الإنسولين فريدريك بانتينج اكتشف الإنسولين واخده جائزة نوبل ومن هنا ابتدت قصة لكن السكر طول عمره وما زالت الأبحاث طويلة على السكر زراعة خلايا البانكرياس وموضوع كثير إلى أن ظهرت الحقن اللي احنا بنتكلم عليها دي جزء من طفرة من مجموعة أدوية ظهرت على مر التاريخ كان أهم دواء أقراص استخدم مادة الماتفورمين وده أساسا من نبات الليلة وتم اكتشفوا بالصدفة فرنسوين واخد إجازات في فرنسا في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي الأف دي ايه مدلوش إجازة إلا في تمانينات القرن اللي احنا الماضي برضو وما زال هو الدواء الأول اللي بستخدم للنوع الثاني من السكر فيه نوع حاجة اسمها النوع الأول من السكر فيه احنا عندنا نوعين أنا عفوا أن أنا أطلت عليكم بس عشان أقولكم التاريخ النوع الأول ده بيبقى فيه جزء مناعي وتكسير للخلايا وفيه نوع أول ألف ونوع أول به نوع الأول ألف ده النهاردة لقوله دواء اسمه تيبلوزيماب بيقلل فرصة حدوث السكر ويؤخره النوع الأول قد يصل إلى عشرين سنة تخيل النهاردة أدوية عندنا ما كانش فيه قصة السكر دي قبل كده فانت النهاردة عندك الدواء بتقلل فرصة اعتمادك على الإنسولين النوع الأول ده يعني الخلايا بتكسر وحتاخد إنسولين النوع الثاني ده مقامة إنسولين والسمنة ومضاعفات الاتنين دي هم نفسها هذه المضاعفات هذه الأدوية الحقن اللي احنا نكلم عليها للتخصيص دي محاكاة لهرمونات عندنا طبيعية زي ما قلنا الإنسولين ده محاكاة للإنسولين اللي ما بقاش يطلعب عندي من البانكرياس ده محاكاة لهرمون عندنا داخل الجهاز الهضمي إنكريتنز ومجموعة من هذا هذه الأدوية بس الهرمون اللي عندنا عمره الافتراضي قصير جدا فما بيقديش العمل ده بشكل ممتد الأدوية اللي احنا حكينا بها هذا الهرمون اللي هي الجيل بيس دي الهرمون ده بيعمل إيه بينظم إفراز الإنسولين مرتبط بالأكل وبيقلل حركية الأمعاء وملوش أي تأثير مركزي داخل المخ عشان فيه كثير من الناس بتروج إنها له تأثير بيسد النفس عن طريق المخ هذا كلام هرق مش حقيقي أبدا العمل الوحيد لي بيقلل حركية الأمعاء عشان كده كل اللي هياخدوا هذه الحقن هيجي لهم ميول للقي ده أهم أثر جانبي نقدر نقول في 100% من اللي هياخد هذه العائلة بشكل كامل ما فيش حد هيبقى عندهم ميول للقي وقد يصل إلى ألقي بالفعل طيب خليني أرجع مع أحداك لأننا دلوقتي ظهر بعض المشاهير يمكن على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت وكلهم حضروا من الحقن دي ولأنهم لما أخدوها حصل توقف في الأمعاء دخلوا العناية المركزة بعدية فناس كتير خافت مع أن في أطباقة كتير بتوصفها دلوقتي كوصفة طبية للتخصص في العالم كله هي واخد FDA approval بالضبط هي لها أثار ما فيش هي طبعا لازم نقول أن أي دوة علشان يرخص لازم يكون آمن وفعال يعني لابد أن يجتم اختبار الأمام الفعالية على أكتر من مئة ألف شخص وعلشان ياخد الـ FDA approval وعلشان يجاز في دولة زي مصرنا مصر أيضا عندنا هيئة رقابة دوائية مش سهلة لتجيز مثل هذه الأدوية فهذه الأدوية موجازة لكن ما فيش حاجة اسمها بدون أثار جانبية ما فيش حاجة اسمها سحر هذا الدواء يعني يشابه الهرمون اللي موجود داخل الجسد ده أثار جانبية عند بعض الناس مين اللي ما ياخدوش قبل ما نتكلم على موضوع الأمعاء اللي عنده خلل في الغدة الدرقية لقينا بقر لأن هي وجدوا أن هو ممكن يزود سرطان الغدة الدرقية هل ده معناه أن الناس ما تاخدوش الإجابة لا هنعمل لهم فحصه نتأكد أنه ما عندهمش هزين مشكلة وحنتبههم وهياخدوه سنين والدواء ده بيتاخد في العالم الخارجي سنين طيب اللي عنده خلل في الشبكية هنرائب موضوع الشبكية اللي عنده خلل في الكلا أيضا هنرائبه وحنديله الدواء يعني تخيل حتى بتاع الشبكية اللي احنا بنقول أن من أثار الجانبية للدواء أنه يزود التهاب الشبكية نتيجة ضبط السكر السريع المفاجئة التغير المباشر في السكر حيأصل لنا على هذا الكلام وبعض الناس هو بيأثر على الكلا فيهم لكن مع ذلك بنديهم هذه الأدوية طيب لقوا أنه ممكن يزود فرصة حدوث حصوات المرارة يعني بيكلم كأثر جانبي ممكن يعمل لنا التهاب بانكرياسي فإحنا الناس دور هنأخذ بالنا ونعمل لهم فحص مؤكد قبل ما نديهم الدواء طب مين اللي هيستفيد بالدواء مريض السكر ده 100% السكر بتاعها تحسن جدا حتى لو كنت بيأخذ دواء آخر أو نوعية أدوية أخرى ممكن يتخذ مع أدوية أخرى ممكن يتخذ مع الإنسولين بيبقى أحسن لمرضى السكر لأنه بينزل في وزنهم وهو مفيد للسكر لأنه منظم لامتصاص السكر بيحسن حاجة اسمها إحنا عندنا في السكر يعني هو مثالي لمريض السكر مثالي جدا هو أدواء سكر في المقام الأول وبيساعد على نزول الوزن بالأثار الجانبية بتاعته اللي هو بيسد النفس في شكل يعني في المعدة لأنه بيقلل حركية المعدة فبيخلي الناس كره الطعام تماما طيب إحنا قلنا مرارة وقلنا طيب إيه الفوايد التانية ده بيحسن عضلة القلب بيقلل السكتة الدماغية ده بعض يعني ده حاجات ما كانوش واخدين بالهم منها لكن اكتشفوا مش بس اللي تنظيم السكر لأ لأوا إن هو بيقلل تصلب الشرعين فلأوا إن له فوايد عظيمة في هذا الأمر طيب دكتور مفعول هذه الحقن الحقن الخاصة بالتخصيص تستمر لأد إيه وتأثيرها السريع إزاي هو بيستخدم يعني هو بيأثر على مستقبلات حاجة اسمها الجي أل بيز تحاكي الهرمون الطبيعي فهي بتستمر فترة طويلة في حاجات ممكن تقعد أسبوع في حاجات بالأيام يعني فيه دواء بتاخد يومية وتعمل النتيجة سريعا وفي منهم أقراص وبتعمل نفس النتيجة بس أنت لازم ما ننفعش تبتدي بجرعة عالية لازم تبتدي بجرعة صغيرة وتقعد على هذه الجرعة أقل لمدة زمنية شهر ثم ترفع لجرعة تانية ثم ترفع لجرعة تالتة علشان تقلل فرصة حدوث هذه المضاعفات أما إذا تسرعت وابتديت بجرعة عالية هيجيلك المضاعفات من أول يوم طب أنا وصلت للجرعة العالية خالص ودأ وزني يزيد هل هاستمر في الجرعة العالية دي فترة طويلة؟ هاستمر فيها هاستمر فيها لفترات طويلة خلاك تقول ممكن هاستمر عليه سنين؟ ممكن هاستمر عليه سنين؟ ده دواء سكر آمن بيستخدم مدى الحياة هو بس ما بيستخدمش للنوع الأول من السكر لكن ممكن يستخدم فيه يقولك مش هناخده مع الإنسولين يقولك ده ممكن يجيب اللي معنده السكر سكر الإجابة لأ مستحيل ده هو منظم للسكر وبيحافظ على خلايا البانكرياس يعني من الأدوية اللي بتقلل حدوث تأثر في خلايا اللانجرهانز لكن سوف هو بيحافظ على خلايا البانكرياس لكن ممكن يعمل لنا لتهاب بانكرياس فبرائب برائب أنا رائب الحدثين واللي جاله لتهاب بانكرياس قبل كده لأ عمري محد يهونه تاني طب التوقف فجأة عن التراول الحقل دي ده ممكن يحصل إيه؟ مش هحصل إيه حاجة وهل ممكن ده يتردت بعيد دياني في الوزن هيرجع شهياتة فتح تاني هيرجع للوزن تاني هيرجع للوزن تاني والسكر ممكن ما تزبطش لو مريض سكر طب لو عايز يثبت وزن بعد ما خاصت يعمل يرجع للجرعة يرجع للجرعة اللي خالص يستمر عليها أول جرعة مثلا فترة طول عمره لا هي ما بتمشيش كده أولا لازم يبقى مع دكتور يعني بيروح للدكتور وبيعمل فحوصات بشكل دوي ما فيش حاجة اسمها هل أنا عملت النهاردة تحليل السكر ولاقيته كويس أقول أنا هفضل كده عليه طول العمر لا أنا بحلل السكر فيه سكر تراكمي ثلاث أسابيع حاجة اسمها فركتوز أمين فيه سكر تراكمي ثلاث شهور اللي هو السكر الجلاكيتد اللي احنا عارفينه فيه حاجة اسمها زولال دقيق في البول فيه متابعة الشبكية يعني مريض السكر ده هيتابع ومريض هذا المريض اللي عنده السمنة وإخاذ هذه الأدوية هيتابع زي وزي بتاع السكر بعض الحاجات اللي احنا عارفين أن لها أثار جانبية يعني هنعمل صنارة عشان نتأكد أنه مجلناش حصوات مرارة لأنها ممكن تبقى صامتة أو بعرض مش كل حصوات المرارة لها أعراض فهي أدوية أمينة إحنا هنستخدمها للتخسيس هي من أحسن أدوية التخسيس النهاردة كرقم واحد في العالم تستخدم للتخسيس لكن لازم ندرك أن فيه حاجة اسمها الكتلة السعرية يعني أنا ممكن أخد حتة صغيرة مثلا من حلويات قدام فدان من الخضروط يعني كيلو من الخضار أنا هاخد نفس السعرات الحرارية ففيه واحد يقولك ده بيأكل كتير بقى ما بتخانسه هو بيأكل حاجات سعراتها الحرارية فإحنا الكيلو جرام اللي واحد فيه 7550 سعر حراري أنا عشان أخس أنا محتاج أنز ما كلش 7000 يعني كيلو واحد بس لو إحنا قاعدين ما بنعملش أي نشاطات جسمنا هيستالك حوالي 1500 سعر حراري لو مشيت ساعة يوميا ساعة 250 سعر حراري فمش فقط الرياضة لها أهمية أخرى غير إنها تنزل لي الوزن لازم تنظيم الأكل أولا أولا ففي النهاية لو أنا ما زبطتش أكل أنا حطخن حتى لو باخد هذه الأدوية اللي هي بتعملي سدة نفس لو باكل سكريات حطخن فأنا في الآخر لازم أنظم لو أنا مريض سكر لازم أزبط حتى نوعية الأكل فيه حاجة اسمها جليسيميك إنديكس و جليسيميك لود الجليسيميك إنديكس اللي هو الأكلة اللي حكونها ترفع للسكر مرة واحدة الحقن اللي إحنا بنتكلم عليها دي بتنظم ده لأنها بتقلل الحركية والامتصاص وبتقلل إفراز الإنسولين في مواجهة هذه الدواء فبتخليك ما تدلكش المضاعفة بتاعت امتصاص السكر السريع لكن الجليسيميك لود اللي هي الكتلة السعرية السكرية اللي داخل الأكل اللي هو حتى لو فضلت بطني بعد ساعتين حتمتص على بعضها هو مش هيمنع امتصاصها وهينظم امتصاصها فالأدوية دي مزدتها إنها كمان ما بترفع لكش السكر مرة واحدة لما تاكل أكلها وده جزء من المضاعفات بتاع مريض السكر اللي هو التزبزب السريع يعني ممكن يبقى السكر يتراكمي كويس وعندي تزبزب في السكر فيجي لمضاعفات السكر مش فقط بس السكر يعني خني أسألك سؤال مهم جدا كلنا مش هقول بنعاني منه بس مؤخرا بقينا كلنا عندنا حاجة اسمها الشوغر كريفنج يعني إحنا بنيجي على بالليل كلنا عايزين حاجة مسكرة إزاي يعني عارب لهو أزمة بنعاني منها كلنا نعالج ده إزاي أو أتغلب على ده إزاي يعني إيه بيجي لي شوغر كريفنج بيجي لي شوغر كريفنج أعيز أكل حاجة بسكره دلوقتي أعيز أكل حاجة بسكره دلوقتي بشت اللي أنا ناية بأصحب اللهم أعيز أكل حاجة بسكره دلوقتي الإنسولين لما نزل فأنا حبيت أكل سكر لأن استمتعت بالسكر ده جزء من علامة إن صاحب هذا الحدث قرب على السكر نحن عندنا دلالات مؤشر ده يخلي باгов pero Ohlen هفأ فيلاقي إن الصين بتاعه أعلى من الفطر حتى في أول حركة بسيطة ده أول حركة بسيطة جدا إذر أنا وا soothing الغداء أنا عايز أ BAR even my Ours ده مؤشر أنه أنا أمكن يجي لي سكر منص Maxwell للدرجاتadder والله ما هو journée الحكاية مش بس هو ده البدايات الإكلينيكية نجد بالن لمفوض النenko أفضل حاجة أنه نأكل قبل أن咱نا نأكلší السكر الأبيض العادي أو الحاجات المحلاة أو الحلويات اللي هي كلها السكر وده مش هنقدر نعمله لأن إحنا يعني جميع بيما فيهم الدكتور حياتنا كلها كده بس أنا بعمل حاجة مهمة جدا ما بشرفش حاجة بسكر بس بأكل حاجات بسكر العيش ده سكر الخبز اللي إحنا بنكلم فكل المخبوزات والحلويات والأكل اللي إحنا بنتعامل معاه كله في حتى اللحوم اللحم اللي إحنا هقول لك أنا حاكل لحم يعني لو قلنا 100 جرام من اللحمة ده يفيها 27 جرام بروتين والباقي دهون وكاربوهايدريت فإحنا الأكل اللي إحنا بناكله كله فيه كاربس وفيه دهن أنا لازم أنظم فلازم أكل السكر اللي إحنا بنسميه كومبلاكس اللي هو مش سهل على الجسم التعامل بيفتته أطول فلازم أخذه جوه الخضار جوه البقول ما زودش عن سمرة واحدة في اليوم أبعد عن الحلوات المباشرة السوكولاتات البسبوسة اللي فيها سكر الحاجات اللي فيها كتلة سكرية ده لو نظمت الحياة مع الحركة المستمرة الناس اللي بتعمل أنواع من الرياضة ونزود في البروتين البروتين بتاعنا يبقى حوالي 30% من الأكل اللي إحنا بناكله قبل وبعد البروتين بيسد النفس جدا بيحسن الشهية بالهرمونات اللي إحنا بنتكلم عليها يعني بيحسن الموضوع الموضوع معقد داخل المعدة وداخل مركز المخفى فالبروتين من أحسن الحاجات اللي بتضيع هذا الأحساس والرياضة كمان زي ما حضرتك ذكرت ممارسة النشاط الرياضي أو المشي حتى أبسط حاجة دي مهمة جدا لصحة الإنسان طب نرجع مرة تانية لموضوع الحقن وهل هي بديل مثلا إحنا بنسمع كتير جدا على عمليات التكميم المعدة والخاصة بيها هل ده بديل صحي وآمن عن إجراء عملية زي عملية التكميم وإمتى أختار يعني إمتى الشخص اللي عايز فعلا يصل إلى وزن مثالي يختار البديل الأمثل ليه صحيا هذه العمليات بتاعت السمنة بدءا من تغيير المصار أو قص المعدة السليف هي حلول لمشاكل السمنة نفسها هي حلول حقيقية يعني مين اللي هلجأ لهذه اللي عنده الكتلة الجسدية البي ام اي أكتر من أربعين أو خمسة وثلاثين بسطراتات محددة فإن أنا هعمل إجراحة عند رقم محدد يعني إجراحة غير سليمة غير عند هذا الرقم مع أثار جانبية عنيفة جدا حدا هو العمليات هتعمل إيه ده السؤال التاني هل العملية هتخسسني لإني أنا الإجراء ده بيشيل جزء من الدهن أو بيكسر جزء من الدهن هو اللي جابة لأ هو حضرتك بتخس لإنك ما بتاكلش فالجسم بيكسر نفسه بنفسه بنفسه لأن يعني فرق السعرات ففي النهاية حتى الجراحة هي بتخسسك لإنك ما كلتش مش لإن في حاجة تانية ففي النهاية لو قدرت أصبط نفسي طبعا هي حل عنيف لإن القصة الشهوة عالية جدا اللي هو عنده الكتلة الجسدية أكتر من أربعين فهو قريدي بيأكل بشكل مفرد ومش سهل علينا نعمل ده بدون إجراء لأن الشهوة بتبقى قوية جدا لكن لو استطعنا واستخدمنا هذه الحؤن فهي أقل ضررا وأقل مشاكل وكل مشاكلها يمكن أنها تتلحق عدد الناس اللي ماتوا بسبب هذه الحؤن وبسبب الجرعات العالية في التاريخ يعني من يوم ما ظهرت هذه الحؤن إلى النهاردة أقل من عدد الناس اللي ماتت من مضادات حيوية يعني الحؤن تموت والناس اللي ماتت في الجراحات برضو عددهم مسئوليل ففي السمع أن فيه ناس ماتت بسبب هذه الحؤن بالفعل فيه ناس ماتت بسبب الجراح فيه ناس ماتت بمضادات حيوية فيه ناس ماتت بحساسية أدوية أخرى فيه ناس ماتت بحساسية طعام فيه ناس كانت حتموت لما كانت مرشوم وجالها فشل كبدي مرشوم عادي عش الغراب واضطروا يزرعوا كبد يعني فيه أنواع من المرشوم المسمم هناك حاجات نقدر نسميها حظ نقدر نسميها حالات ندرة لكن لو خدنا الحذر ممكن نقلل فرصة هذه المضعفات يعني أكيد أحنا سعداء بوجود حداك معان النهاردة يمكن نورتنا كده الطريق والناس كتير اللي بتاخدوا الحقن دي ما تبقاش خايفة بس بنفس الوقت لازم يكون فيه طبيب بيباشر معاها وفوله أب معاها دايما ومتابعة طول الوقت وكمان بتحليل قنوات مرارية مرارة غد دحليل كلا عين وهي إزا ما حالك قلت مصرح بيها من وزارة الصحة دايما هي آمنة آمنة مفيش أي مشاكل هي آمنة وفعالة حتى الآن ومفيش منها هذه المشاكل نورتنا بشكرك على وجودك معنا دكتور محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد نورتنا شكرا جزيلا شكرا نورتنا وشرفتنا دكتور